خطوط الزواج في كف اليد زي ما ععدت حضراتكم للناس اللي هما شافوا الفيديو اللي فات اتكلمتي فيه وقلت ان انا خلال الشهر اللي فات حضرت خرصات هنا في امريكا وثقفت نفسي وعرفت بعض المعلومات اللي طورنا بيها كيفية او تفسيرات الكافة وخاصة خطوط الزواج فانا في الفيديو ده هشرح كامل خطوط الزواج شكلها عامل ازاي وموجودة فين وارجو ان كل واحد يركز كويس جدا انا هحاول اتكلم بسرعة مناسبة وهحاول احط فيديوهات تشرح عشان الناس تعرف تطبق الكلام اللي انا بقوله على كف ايديها للي مهتم يعرف خطوط الزواج مبدئيا كده احنا عارفين ان الكف فيه خطوط اساسية او رئيسية وخطوط تانية سانوية الخطوط التانية دي اللي تتعلق بالزواج معظم الناس مشغولة بيها عشان كده انا بعمل الفيديو ده ممكن مثلا نلاقي خطوط بتخرج من منطقة تل الامر متجهة لخط القدر وممكن نلاقي خطوط خارجة من جوة خط الحياة ومتجهة لأسفل الإبهام وممكن نلاقي خطوط افقية تحت إصبع البنصر كل دول بيشيروا إلى الحب والزواج طيب عشان اكون دقيق في وصفي انا هبدأ من دلوقتي استخدم مصطلح خطوط التأثير بدلا من خطوط الزواج ليه هستخدم خطوط التأثير موضوع يعني يقول شرحه ولكن الخطوط دي ليها تأثير سلبي وإيجابي قوي في علاقات الحب والزواج مفيش علامة مميزة في الكف أو علامة بحد ذاتها بتؤكد أو بتوعد بالزواج ليه عشان خلينا فاكرين كويس قوي إن دايما القرار النهائي لقبول أو رفض عقد أو عرض زواج بيكون عند حضرتك أو عند حضرتك بعض المؤشرات اللي هقولها دلوقتي هتساعد في توجيهك نركز ونشوف الوصف عشان كل واحد يطابق على كف في ايده اليمين والشمال والتنين مبدئيا كده عندنا خط طالع من تل الأمر ومتجه ناحية خط القدر خط القدر زي ما احنا عارفين هو الخط اللي متجه لإصبع الوسط إذن خط التأثير ده يشترط فيه تواجد خط القدر اللي هو خارج من تل الأمر ومتجه إلى خط القدر ولكن بشرط أنه ما يقطعش خط القدر هو بيرتكز عليه أو بيتلامس مع خط القدر ولازم يكون الخط اللي خارج من تل الأمر ده يكون خط واضح وغير متقاطع عندنا الخط الخطوط الأفقية اللي تحت إصبع الخنصر الخطوط اللي هنا دي برضو ما تكونش متقطعة مع خط تاني لو أنا هتكلم عن الخطوط اللي بتشير إلى الحب والزوائل يبقى الخط أو الخطوط اللي تحت إصبع الخنصر الخطوط دي لازم ما تكونش متقطعة مع خطوط تانية عايز تكون خط منفرد وما يكونش خارج منه فروع وما يكونش شكله مشوح دول الثلاث شروط اللي لازم يتوفروا في الخط اللي في النحية اللي تحت إصبع الخنصر يعني تالت حاجة تالت حاجة لما يكون خط التأثير من داخل خط الحياة ليه نفس المظهر ونفس شكل خط الحياة رابعا لما تظهر نفس الخطوط اللي أنا تكلمت عليها دي في إيدك لاتنين بالإضافة إلى ظهور صليب كامل التكوين تحت إصبع السبابة فده معناها إن في زواج لو العلامات دي بقى مش كلها موجودة فمن شبه المؤكد إن الزواج لسه ما حصلش أو إنه حصل بس لسه ما دخلش أي تأثير في الحياة يعني حصل الزواج لكن لسه الزواج مالوش التأثير القوي في الحياة لدرجة إنه يظهر الخطوط دي ومع ذلك ده مش معناه إن إنت أو إنت مش هتتجوزي يبقى عدم تواجد الخطوط مش معناها إنك مش هتتجوز لإن الخطوط دي بتظهر مع الوقت وتتغير فبالتبعية الفرص كمان بتظهر وبتتغير وبيكون التفسير أو إحنا بنستخدم في الحالة دي بنقول يعني في حالة عدم موجود الخطوط بنقول إن مفيش حاليا علامة بتدل على الزواج عدم موجود العلامة يا إما الزواج موجود لكن ملوش تأثير يا إما لسه ما حصلش طيب لما يقف لما يقف خط التأثير اللي طالع من تل الأمر قبل ما يوصل خط القدر يعني هو ما ما وصلش الخط القدر في الحالة دي إحنا دي لأ لأ شيء لم يحدث الزواج بالنسبة لنفس الشكل لكن في السن اللي تحت الأربعين فده معناها إن في أمل بإن الخط اللي خارج من تل الأمر يتلامس مع خط القدر في المستقبل وهنا بتتغير الفرص وممكن ينتهي الأمر بالزواج أما بقى لو خط التأثير اللي خارج من تل الأمر قطع خط القدر فده بيشير إلى إن الخطوبة اللي حصلة اتفسخت أي خطوط صغيرة بتعيق أو بتقطع خطوط التأثير عمتا الخطوط اللي هنا أو اللي هنا أو اللي هنا أي خطوط صغيرة بتقطعه ده معناها عوائق أو معوقات في طريق الزواج لو أي من خطوط التأثير ظهر عليها شكل الجزيرة فده بيشير إلى سوء صحة أو سوء شخصية الخطيب أو الحبيب وقد يمنع الزواج ده اللي ظهر قلصات حضراتكم شكل الجزيرة يبقى حعيد تاني الحتة بتاعة الجزيرة لو ظهر على خطوط التأثير شكل جزيرة ده بيشير إلى سوء صحة أو سوء شخصية الخطيب أو الحبيب وقد يمنع الزواج سوء لو بتشير بتشير أيضا إلى حب غير متبادل ومشاكل تانية في الحب يعني يكاد يكون في زواج ولكنه زواج غير سعيد لما خط خط التأثير بيقطع بيقطع خط القلب خط القلب وبيتجه لحد أسفل الإبهام علامة على الطلاق أو الانفصار لما أي خط يطلع من تحت الإبهام ويتجه نحو خط التأثير اللي موجود تحت إصبع الخنصر يعني خط طالع من هنا رايح لحد هنا دي علامة مؤكدة على الطلاق أو الانفصار هعيدها تاني علامة أو خط بيطلع من المنطقة دي تحت الإبهام ومتجه إلى الخطوط الزواج اللي هنا دي معناها طلاق أو انفصار لو كان خط التأثير اللي طالع من تحت الإبهام ده موجود في الإيد اليسرى في اليد اليسرى ده معناها إنه هيكون الزواج غير مؤكد ولكنه مرغوب فيه أما إذا كان الخط أو الشكل ده في اليد اليمنى فقط فده معناها إن الزواج ممكن يحصل ولكنه لن يكون زواج عن حب أحياناً أحياناً بينكسر خط التأثير اللي طالع من تل الأمر ورايح على خط القدر أحياناً بينكسر وده بيشير إلى ألأ مرتبط بالخطوبة أو بيشير إلى انقطاع العلاقة وممكن برضو يشير إلى عدم إتمام الخطبة بسبب سفر واحد من الطرفين مركز كويس طيب لو خطوط التأثير اللي احنا تكلمنا عليها في الكف كلها كانت طويلة مش معنا ان هي كلهم طويلة يعني فيه واحد من هم طويل أو كلهم الخطوط طويلة لأن مش شرط يظهر كل الخطوط مع بعض هنت نتكلم على لو ظهرت الخطوط دي مع او الحب او الزواج موجود طيب لو خطوط التأثير كلها طويلة معناها ارتباط بصديق قديم ولكن اذا كانت خطوط التأثير قصيرة فهي بتشير الى انجذاب لمعارف جديدة شخص جديد لو خط التأثير بدأ من جنب تل الامر ده تل الامر وننتكلم نوعه سيبدأ من الجنب من هنا فده ده معناه تأثير شخص حالي او تأثير شخص كان مسافر برا يعني اللي يشوف خط التأثير اللي جاي من تل الامر ده بادئ من هنا يعرف ان فيه شخص حالي مؤثر او شخص كان مسافر برا كل واحد يعني يشوف دائرة المعارف ده يبدأ يطبق الكلام ده على حيات لو ظهر علامة نجمة علامة النجمة اللي بيتابع الصفحة كله عارف شكلها ولكن برضو حوري حضراتكم شكلها عامل ازاي اللي يلاقي علامة النجمة على اي من خطوط التأثير معناها تعرضك لصدمة كبيرة جدا مرتبطة بالشخص اللي هترتبط دي طبعا بالنسبة للسيدات او الرجال وممكن تكون الصدمة دي وفاة الحبيب بكده ابق انا فسرت معظم الخطوط اللي على حد معلوماتي عن الزواج لحد دلوقتي بالنسبة للناس ارجو ان الفيديو ده يكون مفيد للناس ويكون بيبين ويفسر ويوضح ايه هي الخطوط اللي لها تأثير على موضوع الحب او موضوع الزواج بجميع جوانبه وجميع نواحي اللي عنده اي تبستفسار ممكن يسيبلي في التعليق ارجو ان الفيديو ده ينتشر ويتعمله شير على اكبر قدر مستطاع حتى يستفيد منه الغير ولو انت مش عامل فولو للصفحة ياريت تعمل فولو للصفحة تحياتي للجميع